هلأ عقود الزواعج في كتير ناس دائما بتسأل شو الأوراق المطلوبة الموضوع كتير بسيط إنه لازم يكون في عنا الهوية يعني هويات الخاطبين دفتر العيلة وإذا مش متوفر القيد المدني بالإضافة لفحص طبي من مركز حكومي وإذا مش بحكومي يعني مستشفى خاص لازم أروح أعمله إشيء اسمه تفريغ وختم من المركز الحكومي أو المستشفى الحكومي وبعدين بإمكاننا إنه نكتب لكتاب هلأ بس في نقطة حب أنوه عليها إذا العروس كانت مش أردنية بتكون محتاجة يعني أردنية مش متزوجة بدها تتزوج من أردني لازم تحصل على موافقة من وزارة الداخلية وبتحتاج لمدة أسبوعين منموم عشان نقدر إنه نكمل إسجاءات الزواج وبقية الأوراق مثل ما أنا حكيت على العقود العادية اللي بتصير طيب أماني بدي أسألك عن هذا السؤال إذا كان مش أردني إذا كان الزواج في الخارج وتم عقد القران بالخارج أو الزواج كنسيا إلى آخره وإيجا بده يتم تثبيته في الأردن كيف نحصل على هاي الموافقات هلأ العقد إذا كان شرعي طبعا إحنا بنحكي بإمكاننا إنه نثبته عن طريق تصديقه من الجهات المختصة اللي هي وزارة الخارجية دائرة قاد القضاء ووزارة العدل وهيك بيكون العقد معتمد بالأردن هلأ إذا كان عقد مدني هنا أنا في عندي فرق كمير لأنه إحنا عنا بالأردن ما منعترف ما منعترف بالعقد المدني ولكن ممكن إنه يتم تثبيته بالمحاكم الأردنية عن طريق دعوة إثبات زواج من ثبته بيصير بموجب قرار المحكمة عقد أردني معتمد وشرعي طبعا نعم تمام خلينا نحكي عن التفاصيل اللي موجودة كمان بتكون إذا بنحكي عن المبلغ المقبوض من المتقدم إذا أخذ أو إذا ما أخذ المتأخر كمان كيف بتم الاعتماد عليه وكتابته في هذه العقود هلأ أكتر مشكلة منتشة عنا نحنا إنه موضوع المهر المقبوض هلأ بدي أفصل إحنا عنا بالعقد بيكون مكتوب فوق اسم العروس والعريس وتحت بيكون فيه بند اسمه المهر المعجل والمهر المؤجل شو هدول؟ إنه فيه مبلغ بيكون متفق عليه إنه هذا المهر تبعي العروس لما بيكتبوا الكتاب يفترض بإنه يتم تسليم هيا على العقد أو ممكن إنه يكون قبل العقد ونحنا نحكي إنه نحنا قبضنا هلأ وممكن إنه نأجله يعني حتى لو هو معجل إنه لازم يكون على العقد بقدر أكتب إنه تم تأجيله لا وقت لاحق وبيتم تحديد إمتى تم تأجيل هذا العقد هذا المبلغ عفوا لازم تكون تاريخ مكتوب إنه مترحة مش تاريخ بيكون مكتوب إنه مؤجل أوكي يعني غير مقبوض إحنا شو بيصير عندنا؟ الإحراجات اللي بتصير لأنه كتب الكتاب بيكون فيه الأقارب والعائلة فأكتر الناس بتحكي مقبوض ولكن هي مش قابضة فعليا فهل أنا هون فقدت حقي بهذا المبلغ ولا لا المحكمة بحقلها أو صاحب الدعوة بإمكانه إنه يرفع دعوة أمام المحكمة الشرعية ويحكي ساري صح أحلم نجيب لك ماء لا خلص تمام ويحكي إنه أنا ما قبضت هذا المبلغ فالمحكمة هون بدها تكون دقيقة كتير وبدها تحقق بالموضوع لأنه أنا مكتوب عندي علاقة إنه أنا قبضت هذا المبلغ فلازم تجيب الشهود تحكي إنه أنا مثلا أخدت المبلغ وتاني يوم رجعته للعريس أو إني أنا فعليا ما قبضت كان الاتفاق إني أخده وما أخدته بس بدنا نكون دقيقين بهذا الموضوع لأنه إحنا منحكي على عقد زواج موجود فيه شهود تنين موجود فيه كتير ناس فلما القاضي يجي يسأل ويحكي إنه هل سأل والشيخ وحكي إنه أنا قبضت هذا المبلغ ونحن حكينا نعم أنا قبضت وأكدت على هذا الموضوع فمش بالسهولة إني أنا أجي أثبت عكس هذا الحكي والنقطة الثانية والأهم إنه فيه ناس بقولوا لك نحن اتفقنا بره العقد إنه مثلا المقدم عشرين ألف بس سجلنا على العقد عشر تلاف هل بإمكاني أثبت هذا المبلغ؟ لا طبعا لأنه هذا العقد عقد رسمي تم أمام الجهة المختصة فيه عليه تنين الشهود فما أبقدر أطعن بصحته كونه تم كله بشكل قانوني وصحيح والقانون يعني مش عقد حط هاي الشروط عشان يحافظ على هذا العقد من إنه نظلنا نطعن فيه شو اللي صار وشو إنه إحنا هيك اتفقنا وهيك حكينا فأنا ما إلي علاقة بأي اتفاق خارج هذا الموضوع أنا النقطة الأساسية إنه أنا إذا حكيت إنه مقبوض وأنا مش قابطه أو رجعته بدي أثبت هذا الحكي بشهادة الشهود إذا اقتنع القاضي وسأل وين تم هذا الاتفاق وشو حكي وهل الزوج سمعته بدانك بقر إنه بدي يرجع لها المبلغ أو إنه أخذه باعتمد هذا الموضوع وبلزمه فيه إذا ما اقتنع لا هلأ موضوع إذا كان مكتوب بالعقد كلمة مؤجل بإمكاني أني أطالف فيه بأي وقت بعد الزواج نعم أوكي عن طريق المحكمة نعم بدي أسألك عن هذا موضوع المتقدم المؤجل يعني فرضا أنا مؤجل هذا المبلغ ورح أاخده لبعدين وبعد الزواج تزوج وعايش إن حياة سعيدة وإلى آخره وأعطي هذا المبلغ المتقدم إنعطى لي الزوجة هل لازم يكون في عندي ورقة بتثبت إنه بالفعل أنا كعريس أعطيت هذا المتقدم لزوجتي أو خلصيني شفهيا الموضوع بتم حلو حتى لا سمح الله إذا صار أي شي بناتهم أو أي خلاف يبين بأنه أنا قدمت هذا المتقد أيوة لأنه ما تم يعني قدام الناس هلأ عشان أنا أكون واقعية ما بكتبوا ورعة أكثر الناس ما بكتبوا ورعة ولكن قدام الشهود يعني على القليلة بيكونوا أهله مثلا معه تنين أخو أبو لا أب ما بقدر يشهد بالمحكمة الأخوة مثلا أولاد العم أي حدا أصدقاء إنهم شافوه بسلمها المبلغ فقط لغير يعني هذا كافي أمام المحكمة شهادة الشهود كافية إنها تثبت إنه دفع أو سلم هذا المبلغ هلأ فيه ناس دقيقة أكتر بتكتب ورعة وفيه ناس أدق بتروع على المحكمة وبتعدل العقد وبصير مكتوب إنه مقبوط نعم وإذا تم تغيير بالمبلغ يعني إذا أنا كنت كعتب بالمتقدم مبلغ معين وبعدين لما إجيت أعطيه وكان مؤجل تم إعطائي مبلغ آخر كيف بتم التعامل معها؟ مبلغ زيادة؟ مبلغ زيادة أو ناقص؟ الزيادة إحنا عنا بين الأزواج إذا قالها خلص هذا مني لإلك هذا هدية أو هبة ما بقدر يعني يرجع يحكي إنه أنا أعطيتها زيادة أو لا إلا إذا كان فيه اتفاق بينه فما إلي علاقة فيه يعني أي مبالغ تدفع على سبيل الهدى ما إلينا علاقة وإذا كان ناقص المتقدم؟ إذا كان ناقص بيضله بذمته يعني لا بإمكانها الطالب بالمبلغ الناقص في كتير ناس بقول لكم ناقص خمسمية ناقص ألف ناقص ألفين يعني بيكون مش مخته كامل فطبعا كل المبالغ خاضي على الإثبات نعم هلأ النقطة الثانية اللي لازم نحكيها موضوع المؤخر هلأ فيه ناس كتير بتقول لك إنه أنا المؤخر لما يتوفى الزوج لا مش مصبوط هذا الحكي هلأ حسب شو مكتوب بعقدي فيه ناس بيكونوا حاطين إنه بيستحق بمجرد الزواج المؤجل وفيه ناس بيكونوا حاطينه عند وفاة الزوج أو عند الطلاق فكل عقد يختلف عن العقد الآخر حسب شو بيكون الزوجين متفقين وبيكون موجود حسب العقد بالضبط إذا ما فيه أي تفصيل تبين موضوع المتأخر ولا لازم فيه بياند بيكون لا بيكون واضح طبعا زي ما حكيت إنه المهر المعجل بيكون مكتوب مقبوض أو مؤجل والمهر المؤجل بيكون مكتوب شو شرط استحقاقه نعم طيب إذا ما نحكي عن مبالغ مالية بياخدها الزوج كدية موجودة فهذا نفسه اللي شرحتي عنها هلأ الفكرة إنه فيه كتير يعني إحنا هلأ في ظل الحياة وتطورها يعني كتير الأزواج بيكونوا يصرفوا مع بعض أوكي قد تيجي الزوجة بعد 20 سنة بتقولك إنه أنا مثلا دفعت 20 ألف دينار وما رجع لي إياهم فبدنا نكون دقيقين بهذا الموضوع هلأ أنا المبلغ اللي بصرفه على سبيل التبرع إنه أنا كنت يعني بشراكة بيني وبين زوجة نصرف على البيت أو نعمل أي شي ما بقدر إنه أنا أرجع أطالب فيه الموضوع دقيق لازم يكون هو طلب منك مبلغ وقال لك هذا دين وأنا بتعهد إني أرجع لك يا يعني هدولي الثلاث نقاط بتحقق منهم القادمية بالمية بتأكد أنه إنتوا اتفقتوا إنه دين فهدول بإمكانها إنها ترجع الطالب فيهم وحتى لو ما فيهم ورقة لا وجود مانع أدبي بمنعها إنها تحصل على ورقة بينهم نعم طيب بدي هيك نحاول إنه ندخل على التفاصيل الأماني يعني مثلا زوجة عم بتشارك بمشتريات البيت إلى آخره هذا ما بتقدر التطالب فيه ولكن إذا جابت إشي خلي نحكي إشي من العفش للمنزل هل بحقلها ترجع الطالب بسعره أو لأ هل كمان تعتبر مشاركة بالبيت وأغراض البيت برضه حسب الاتفاق إذا هم اتفقوا إنها هي دفعت ثمن هذا الإشي على سبيل الدين وعأساس إنه يرجع لها إياه بعدين يعتبر دين وبيضلوا الأساس لإله نعم هلأ إذا متفقين إنه لأ والله زي ما قلت لك التشاركية وإنه أنا جبت كذا وإنت جبت كذا ما بحقلها طالب والدهب هلأ الدهب برضه هاي تانية أهم مشكلة متشرة هلأ إذا أنا جيت وبيعت الدهب تبعي برضه عشان أنا حابة أساعد وما حكينا أبدا بالموضوع ولا اتفقنا إنه دين ما بحق لي إنه أنا أرجع أطالب فيه نعم وإذا حكالها ببيعهم هلأ ديئة وبرجعها برجع لك لهم بيضلوا في رأبته يعني لازم يرجعهم يعني المحكمة بتتأكد من هاي النقطة برضه وبترجع لها إياهم نعم وهم مرات بيكونوا مكتبين بالمؤدم ومرات لا بيكون ذهب لإلها من هدايا أو مملوك لإلها نعم إذن شكرا لو وجودك كمانا الأستاذة أماني وأكيد منحب نذكر بأنه جدروا تتابعوها وتسألوها أي استفسارات عندكم بخصوص هذا الموضوع أو غيره من المواضيع مبادرة أعرف حقوقك القانونية بتقدر تلاوها على فيسبوك وأيضا إنستجرام إنستجرام أكيد المحامي بتلاقوا أماني الجعبري بتكتبوها وتطلع لكم ومن خلال هاي الصفحات أكيد تقدروا يكون فيه تواصل معها شخصيا وتسألوها عن أي استفسار موجود عندكم شكرا لإلك أماني أعطيك العافية أهلا وسهلا شكرا للمشاهبة